بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبه هداه وبعد سؤال يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا نقول وبالله التوفيق فإن الأصل في هذه المسألة أن تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه عن سيدنا عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد الصغير والكبير الذكر والأنسى من المسلمين والصاع هو ما يقرم من 2 كيلو نص إلى 3 كيلو من غالب قوت البلد وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية وعدد من التابعين كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري ويسحاق بن راهوية وغيرهم والإمام الأوزاعي أيضا إلى أنها تخرج نقودا يعني نقيم هذا المقدار من الحبوب ونقيمه بالمال وهو أيضا مختاره الإمام الرملي من الشافعية في فتاويه وهو أيضا أحد الآراء أو أحد الأقوال عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتبارك وتعالى لما في ذلك من المنفعة على الفقير لأنك إذا أعطيته مالا سينتفع به أي منتفاع دون أو غير ما تعطيه هذه الحبوب فإنه سيذهب إلى التاجر ويبيعها بسمن بخص ونحن والحمد لله في مصر وفي العالم الإسلامي معظم دور الإفتاء في العالم الإسلامي وهنا في مصر الغزر الشريف بجميع مؤسساته أباحوا وأجازوا إخراج زكاة الفطر نقودا فمن أخرجها حبوبا فقد أجزأته ومن أخرجها مالا فقد أجزأته ولا يجوز الاختلاف في مثل هذه المسائل لأن الاختلاف في هذه المسائل خلاف معتبر ولا ينكر المختلف عليه كما تقول القاعدة لا ينكر المختلف عليه وإنما ينكر المجمع عليه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر